أهلا بحضراتكم الجديد من فكر حضراتكم مباراة القمة في كرة اليد الأهلي والزمالك على مجمع الدكتور حسن مصطفى في تمام الساعة السادسة بإذن الله إن شاء الله نلحل حضراتكم على الهواء مباشرة في البداية برحب طبعا بضيوف المنورين في استوديو برحب بكابتن محمد عبدالله نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أهلا بيك كابتن محمد أهلا كابتن عيسى منور كابتن نادي الأهلي الله ربنا أكرمك برحب بكابتن ناحيا يوسف المدير الفني الفريق كرة اليد سيدات بنادي الأهلي ونجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر أهلا بيك كابتن ناحيا أهلا بيك كابتن ناحيا بلعلي خليقي كابتن ناحيا النهاردة المباراة تحمل الكثير من المعاني لكل الفريقين نادي أهلي النهاردة في حالة فوزه يتصدر المشهد ويسعد بفارق نص نقطة يمكن الفوز هو مدخن الوحيد تكلمنا عن المباراة تشايف حظوظنا حظوظ كل الفريق من الأربع الأول اللي هم العبوا دورتين مجمعتين بس يتفرق النهاردة أن الزمالك متقدم على نادي أهل بنقطتين ب37 نقطة الأهل 35 نقطة ففي حالة فوز الأهل إن شاء الله يبقى هو في الصدارة ويخش الدورة المجمعة بفرق نص نقطة الزمالك يبقى هو داخل بنقطتين مفهوظ أن الزمالك يخش بالتعادل المخدم ناشا كبير الزمالك في حالة التعادل أو المكسب هو اللي يكون متصدر بنص نقطة في الدورة المجمعة الأولى طبعا طبعا أنت حارفين أن ماشي قال الزمالك طبعا ما هوش مقهيش في الأعب كتير ماشي في الهندبول بس بس مفهوظ أن كل فريق بيجهز نفسه أن هو يخش طبعا النص نقطة اللي هو يخش بيها زيادة عرفية تاني حتة نفسية كل فريق عايز يكسر حتة نفسية بالنسبة للفريق اللي قدام بحيث أنه هو داخل على دورة المجمعة الأولى يبقى فريق نص نقطة عشان في حالة ممكن يكون كل في الدورة المجمعة الأولى ده كسبان مارشات وده كسبان مارشات في حالة التعادل برضو تستمر النص نقطة موجودة طبعا الزمالكي مبالح كان عنده مطش مهم مع سبورتن وكسب فريق ديها كابتن كسب سبورتن فريق ديها الزمالك رائب يعني مطش كان ماشي كلوس جيم هو كان ماشي بصراحة أربعة خمسة طول المطش الأهلي هو اللي كان كان في صلت الزمالك الأهلي مبالح كان عنده مطش مع طلاع الجيش وكان متسايد المطش بفال كتير لدرجة أصلا النشوط الأولى طالع فرق 11 جون وكلا طبعا دي حتة نفسية لدرجة العيبة النهية تكون كسبانة بيسكون مستريحة بحيث أن هم لعبوا النهاردة بطريقة نفسنا برحة 36 و25 فرق 11 فرق 11 هو فدر مستمر مشتري أوليك فرق 11 وفدر لغاية آخر المطش فرق 11